بحضراتكم من جديد في انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركة في حاصمة ميادين السباقات في ميدان الوثبة في هذا الصرح التراثي الكبير الذي جمع ما بين التراث والحضارة لينطلق شوطن الخامس والذي يحمل تحديات البكار المحليات الأصائل نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين لأبدأ وأسير مع مرموقة اللي على المركز الأول لعبيد بن ناصر بوكبي المنصوري من يتقدم على المركز الأول أنتقل إلى المركز الثاني وأجد الضبي لمحمد بن علي بن حمد الشامسي ثالث المراكز توزيع لأحمد بن خلف بن براك المزروحياتي هنا في هذا المستوى الجميل ليقدم لنا توزيع على المركز الثالث أنتقل وأتحول وأصول وأجول ما بين هذه الأسماء التي بدأت بالهجوم وبدأت بالبحث عن الفوز والانتصار جبارها القادمة هنا بشعار السهيل بن حيان بن سالم الحامري بينما المركز الخامس هذه الشهنية لدعود بن سليمان بن سيف التبعية بالمركز الخامس بينما المركز السادس وصلت مخلاب عبد الله بن حمد بن علي لديل يقدم لنا مخلابها القادمة بهذا المستوى من وصل وصلت الوسمية خليفة بن حمد بن ويع لخيلي وتقدمت أيضا وتحركت على المركز الثامن الوسمية لنديل بن سالم بن نايح النحيم ياتي بالوسمية ياتي بمستواها بانطلاقات يا مودة القادمة مودة المتحركة لمحمد بن خميس بن حمد الغيلاني يقدم لنا مودة والذيبة على المركز العاشر لسلطان بن سويد بن زايد المنصورية هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والباحثة عن الفوز والانتصار الجميل ما بين هذه الأسماء القوية التي تقدم العروض الجميلة هنا مع صدارة الأولى مرموقة يا مرموقة يا مرموقة عبيد بن ناصر بقبيا المنصورية يتقدم بالعروض يتقدم بلاداء يتقدم بالانفراد الكل عن بقية المشاركين مرموقة على خطى الكبار مرموقة على ثقة حالية هنا مع المركز الأول واثق الخطى يمشي ملك بدأت هنا مرموقة مرموقة يا مرموقة عبيد بن ناصر بقبيا المنصوري انتقل إلى المركز الثاني إلى مخلابة عبدالله بن حمد بن علي اليديلية تقدم اليديلية على المركز الثانية انتقل إلى المركز الثالث من أجده هناك الضبي الضبي محمد بن علي بن حمد بن علي الشام سيرابعا فجر 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 علي بن سالم بوظفير العامر يتقدم مع فجر ولكن حجف وين مرموقة مرموقة غادرت الجميع غادرت الكل بدأت تطير بدأت تقلع بدأت تمتع بدأت تبدع هذه مرموقة لعبيد بن ناصر بقبيا المنصوري خلاص خلاص الحصافة البطان هكذا الانفراد هكذا النوحيات النادرة التي تقدم هذا الابتاع الجميل هذا الانفراد الكبير إذا مرموقة مرموقة نعم اسم على مسمى طارت بالسلام طارت بالفوز طارت بالانتصار مع عبيد بن ناصر بقبيا المنصوري يقادر الجميع ليبدع أمام الجميع ليحلق في سماء الوثبة بدون أي توامر وبدأت الأوامر وطارت مرموقة عبيد بن ناصر بقبيا المنصوري هناك مع هذا الفوز والانتصار الجميل هزاع بن صبيح الغيلاني مشكور على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني فجر علي بن سالب بن عبيد بوظفير العامري بينما المركز الثالث كان شعار يديلي حاضر أيضا مع مخلابة عبد الله بن حمد بن علي اليديلي المركز الرابع هنا مع فند لسعادة سيف بن أحمد القبيسي والمركز الخامس كان مع المركز الخامس أيضا الضبي لمحمد بن علي بن حمد الشامسي إذن متابعين الكرام شهدنا المنافسة مرموقة هي البطلة تهانينا والناموس لمالك مرموقة عبيد بن ناصر بقبي المنصوري هنا من حققة هذا الفوز والانتصار توقيتها الزمني ست دقائق ثاني وتسعة أكزاين من الثانية مرموقة بشعار عبيد بن ناصر بقبي المنصوري مشكور هزاع بن أصبيح الغيراني من تابعها أيضا بالتضمير والتدريب بينما المركز الثاني والتوقيت الزمني ست دقائق ست دقائق ست دقائق وتسعة أكزاين من الثانية كان شعار بفجر أيضا لعلي بن سال بن عبيد بوظفير العام بينما المركز الثالث ست دقائق سبعة ثواني أربعة أكزاين من الثانية هناك كانت مخلابة هي أيضا لعبد الله بن حمد علي اليدي لمن رافقها بلاد الجميل التحديد